مشاهدينا مساء الخير نحاياكم في حلقة جديدة على الهواء هنتابع معكم كل الأضايا والأزمات والمشاكل في كل محافظات مصر بحثا عن حلول لها وبالتأكيد الأضية الأساسية التي ما زالت تعيش معنا وهتعيش معنا خلال الأيام القادمة هي قضية الانتخابات الرئاسية بكل ألغازها وتلاصمها وملابساتها والنكات المتعلقة بها لأن كمان للأسف الشديد الواقع السياسي في مصر أصبح مثيرا للضحك بشكل كبير ما فيش شك احنا تناولنا معاكم قضية العقم في الحياة السياسية طيلة الأسبوع الماضي نقشناها معاكم بأشكال مختلفة وبعنوين مختلفة وأحيانا نتساءل مين السبب في الجمود في الحياة السياسية ومين السبب في العقم في الحياة السياسية ولماذا لم تقدم الأحزاب أعدادا من المرشحين في انتخابات رئاسية ونقشناها حتى بشكل تاني يعني قلنا هل السبب الأحزاب بفشلها ولا السلطة بتعنتها وقلنا كمان أن الجميع مسؤولون عن الوضع الذي وصلنا إليه لا السلطة ينفع تتنصل وتقول وانا مالي ولا الأحزاب والقوى السياسية ينفع كمان تتنصل وتقول احنا مالنا لا كل جبهة وكل طرف مسؤول عن الحالة التي وصلنا إليها واللي وصلتنا إلى أن احنا أصبحنا في حالة البحث عن مرشح رئاسي غدا إن شاء الله يكون معنا الدكتور السيد بدوي رئيس حزب الوفد يعني هنأجل بقى الكلام مع كل الأسئلة اللي هو يمكن أن تدور في أزهانكم هنسألها له صحيح ممكن يكون هنا فيه اتجاهين اتجاه بيقول والله ده كانت المصلحة الوطنية تقتضي انقاذ سمعة مصر وانقاذ الانتخابات بأنه يبقى فيه مرشح تقولوا بقى عليه أي حاجة إنما لابد أن يكون هناك مرشحا وكمان لأن حزب الوفد هو الحزب اللي هو مرجعية تاريخية كبيرة فكان يمكن أن يكون مؤهلا لهذا الضوء وجيت نظر تانية بتقول لا ضيق الوقت بالشكل ده أي حد يمكن أن يخوض الانتخابات حيبدوا على السطح على الساحة وكأنه مرشح مصنوع يعني وبالتالي هنا أعتقد أنه ده كان كمان فحوى المناقشات داخل حزب الوفد لما تم التصويت على هذه الخطوة يعني فيه ناس هتقول لا ما تنقذوا سمعة الانتخابات وخلاص وفيه ناس ثانية هتقول ليس بهذه الطريقة كل الأسئلة التي يمكن أن تدور في الأزهان هنحاول نسألها للدكتور سيد البدوي في حواره معنا غدا إن شاء الله لكن السؤال الأهم اللي لازم نسأله لأنفسنا إيه اللي وصلنا لحالة العقم السياسي اللي احنا فيها مصر لا يمكن أبدا أن تكون عقيمة لا يمكن أبدا أن يبقى فيه ما يبقاش فيه انتخابات رئاسية يبقى فيه انتخابات رئاسية وما فيش فيها أعداد كبيرة من المرشحين مهما يعني علق البعض أسباب ذلك على شماعات مختلفة وإحنا بيستهوينا إنه مفيش حد يعترف بأخطاءه لكن دايما نبحث عن شماعات هي مسؤولية الجميع وهي القضية اللي يجب أن نناقشها والحالة بتوقف عند أنت حزب الحزب الذي لا يرشح لا يرشح رئيسا أو مرشحا في الانتخابات الرئاسية فأنا أعتقد أنه يعني ليس جديرا بأن يكون حزبا صحيح من حق الأحزاب أنها تؤيد مرشحا ومين قال لك أنك أنت تخيلوا لو في الشهرين الثلاثة اللي فاتوا أعد حزب الوفد مرشحا حزب المصريين الأحرى يعني أتكلم أنت عن الأحزاب المؤيدة للسلطة وبتعتبر أن السلطة تعبر عن مشروع وطني وهي متحلفة مع السلطة وتدافع عنها ولذلك دعمه الرئيس السيسي في الانتخابات هو مين قال لك أن الدعم الحقيقي لا يتمثل في أن يبقى فيه عدد كبير من المرشحين ويتنفسه يعني لماذا لم تقدم كل الأحزاب مرشحين لها من السبب في هذه الحالة أسئلة نقشناها معاكو كثيرا وحن نقشها معاكو تاني وتالت لن نتوقف عن مناقشة بس خلونا نتم بمشاكل الناس يبدو أنه إحنا بنلف في دائرة مفررة وكمان في ساقية يعني البعض ممكن يقول ما إحنا قاعدين نتكلم عن الانتخابات الرئاسية وما فيش فايدة في حالة عكم نعم مسؤولة عنها الجميع طيب إيه النتيجة؟ تعالوا نشوف مشاكلنا